الرجل القاسي أو الرجل اللي عنده موقف معين ممكن يتغير لأنه بنسمع قصة حب برضو جميلة من الفنان محمود مرسي ده كان رفض الزواج ولكن اختار حضرتك أنت الوحيدة وتجوزك مع أنه كان بيقول لا للزواج ماذا تفعلين يعني كيف تأثرينا الرجل ولا حاجة طبيعتي مرة بيقول لي حاجة أيوة فرضيت عليه من قبل ما نتجوز قال لي غريبة جدا أول مرة أشوف بنت مصرية بتقولي الحقيقة الله أنا قعدت سنة ونص معجبة بي قبل الجواز قبل الجواز وهو قبل أول ما شافني أول يوم في البروفا أعجب بي قعدنا سنة ونص ما بنتكلمش خالص معجبين في صمت معجبين في صمت ولما نقابل بعض نعمل كده على رأسنا بطح حسين ببعض أيوة فمرة رحت أزور زميل لينا كان في حلوان وكان مريض مرض صعب فروحت لقيت محمود هناك فاتبسطتي جدا من جوايا إنك شوفتي وهو قال لك ليلة القادر جت بعدها حكالي جت أنا أمشي بقى بسلم عليهم ماشي قال لي بالنفس كده ست سميحة أنا عارف ما بتركبيش حد معاك في العربية لكن ممكن تاخديني هو كان الراجل ساكن في حلوان وبعيد عن المواصلات ممكن تاخديني الأول تاكسي قابلك حجة قلت أخده أول تاكسي ده أنا أخده لآخر الدنيا لفاراديس بس ركب جنبي في العربية أيوة وإحنا ماشيين قال لي تعرفي أنا معجب جدا بيك قلت له أنا كمان معجبة بيك ده اللي اندهاشة بقى إنه زي بنت مصرية ردت الرد البسيط ده الحقيقي حقيقي ما عملتيش بها حركات ومش عارف إيه واللي بقوله عليه شكرا مرسي وبس لا أنا أعجب بيك وإعجابي ليك بشغلك الله أنا أعجبت بشغله جدا وأعجبت بالشخصية اللي بتعمل الشغل ده الشغل ده وتعلمت منه كتير حقيقة تعلمت منه كتير في الشغل فليه نجدب وليه نخبي فهي دي بس الوصلة الشرارة أو الوصلة رد على حضرتك قال لي غريبة أول مرة أسمع بنت مصرية تتكلم بحرية وصراحة لا ده أنت تحترمي لا أنا باحترمت جدا فوق إعجابي أنا أتحمس كده قلت كويس كويس وبعدها تم الزواج بس وكانت البس أعجب أيها